اعلنت جبهة انقاذ الثورة بتعزف اجتماع لها اليوم برئاسة النائب سلطان السامعي عن تشكيل لجنة قانونية للجبهة برئاسة المحام نجيب قحطان وعدد من القانونيين والمحامين ونقش الاجتماع الخطوط الرئيسية لعمل اللجنة في مهمتها الوطنية خلال الفترة القادمة والدورة المناطبها في سبيل كشف مكامل الفساد في اجهزة الدولة والدفاع عن حقوق الشهداء والجرحة في الثورة الشبابية السلمية